من جديد توحد الفلسطينيون في أرضهم بإعلان إضراب شامل ضد سياسات الاحتلال التي أشعلت حرباً على غزة بدأت من مدينة القدس وامتدت إلى داخل الخط الأخضر والضفة الغربية المحتل منذ ساعات الصباح عمل إضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومدن وبلدات داخل الخط الأخضر استجابة لدعوات شعبية ورسمية تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً للاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القطاع والقدس كافة المحال التجارية والقطاعات الخاصة أغلقت واستثنيت من ذلك المراكز الطبية في حين تعطل الدوام في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته الحكومة الفلسطينية أعلنت تعطيل العمل كي يتسنى للموظفين المشاركة في المسيرات التي انطلقت منتصف النهر في حين دعت حركة حماس سكان الضفة الغربية وفلسطيني 48 للإضراب الشامل ومواجهة قوات الاحتلال بالمظاهرات كما دعت بدورها حركة فتح الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات ومظاهرات تنطلق من مراكز المدن كذلك انسجمت مع دعوتين حماس وفتح دعوة لجنة المتابعة العربية العليا في مناطق 48 للإضراب العام والشامل في الوسط العربي داخل الخط الأخضر ردا على العدوان المتواصل على الفلسطيني ويأتي الإضراب الشامل بالداخل الفلسطيني ليؤسس لمرحلة جديدة في الوعي الفلسطيني في كل فلسطين التاريخية كما أنه يعيد الحسابات في مستقبل وطبيعة العلاقة ما بين الفلسطينيين بالداخل والكيان الصهيوني الذي يواجه تحديات حيال كيفية التعامل مع النشء الفلسطيني الذي لا يتردد بالخروج عن دائرة الصمت لينتفض ضد الممارسات الصهيونية اشتركوا في القناة